اي حد بيبيع على امازون فلازم يبقى عارف بشكل كويس ان اوه عميل امازون بيحب المنتج اللي الجودة بتاعته عالية ومتغلف بشكل كويس بس للأسف اهم عامل بيفرق مع عميل امازون هو سعر المنتج ودي حقيقة ولازم نقبلها ان فعلا سعر المنتج بيلعب دور مهم جدا جدا في قرار العميل ان هو يشتري اي منتج وعملة كتير من اللي بتحب تشتري على امازون بتحب الخصومات خصوصا بقى لو احنا في شهر زي شهر 11 شهر مليام مناسبات وخصومات كتيرة جدا فعملة كتير جدا جدا بتحب ان هي تشتري في الوقت ده تحديدا لان بيكون فيه خصومات بشكل كبير قوي على كل المنتجات اللي موجودة على امازون الفيديو اللي هيزهر فوق ده انا وضحت فيه ازاي نعرف ايه هي الايام او المناسبات اللي هتحصل للفترة الجاية اللي هيكون فيها خصومات كتيرة عشان نقدر نجهز للايام دي ونبتدي ان احنا نعلن على المنتج بتاعنا عشان نقدر نزود من مبعاتنا لان فيه فعلا عملة كتير جدا جدا بتحب نهاية تشتري في التوقيت ده بس الفيديو ده تحديدا هقولكو ازاي ان احنا ممكن نقدم على الخصومات دي عشان نقدر ان احنا نشارك فيها ونستفيد من المبعات خصوصا بقى ان اهم خصم بيحصل على مدار السنة كلها فضله اقل من اسبوعين ففي الفيديو ده هقولكو ان احنا ازاي نسجل ونعمل الخصومات دي تحديدا خصم البلاك فرايدي اللي هو يوم 24-11 لو احنا بنبيع في السوق الامريكي ولو احنا بنبيع في الاسواق العربية ففيه برضو يوم مهم جدا هيحصل اللي هو الوايت فرايدي وده برضو يوم 24-11 قبل ما اقولكو ازاي ان احنا ممكن نقدم ونعمل الخصومات دي ففيه حاجة مهمة جدا لازم اقولها لكم عشان نقدر نستفيد من كمية العملة اللي بتشتري في اليوم ده تحديدا مثلا يوم البلاك فرايدي فمهم جدا ان النسبة الخصم المفروض نعملها على امازون تكون على الاقل 20% من السعر اللي احنا اصلا بنبيع به قبل ما ندخل بقى ونعمل الخصم ده فهل فعلا الخصم ده مستاهل ان احنا نعمله ونسجل فيه خصوصا ان النسبة الخصم اللي لازم نعملها تكون على الاقل 20% خلينا اقولكو حاجة مهمة اليوم ده تحديدا اللي هو مثلا يوم البلاك فرايدي لو احنا ربحنا في القطع الواحدة مثلا 10 دلار فممكن مثلا الربح اللي نعمله بدل 10 دلار يبقى مثلا 7 دلار او 6 دلار فنسبة الربح في اليوم ده تحديدا بتقل بشكل كبير اوي بس فيه نقطة مهمة جدا ان حجم المباعات اللي هنعملها في اليوم ده تحديدا مقارنة باي يوم تاني هتكون اكتر بشكل كبير اوي خصوصا بقى لو احنا بنبيع اصلا منتجات العملة بتحب تشتريها ان هي كهداية تحب مثلا تهادي بيها اي شخص خلينا بقى ندخل ونعمل الخصمة ده على امازون اول حاجة هنفتح حسابنا على امازون وبعد كده هندوس على المنيو وهنيجي على الادفيرتايزنج هنا وهننزل لحد البرائم اكسكلوزيف ديسكاونت هندوس عليها بعد كده هندوس هنا على كريات ديسكاونت اول حاجة المفروض ان احنا نعملها ان احنا نسمي الخصم ده والاسم ده هيكون اسم لينا احنا مش هيكون ظهر للعمل يعني مثلا انا ببيع مثلا ووتر بوتل او ببيع ازازة مية فهسمي مثلا الخصم ده ووتر بوتل وبعدها مثلا كلمة بلاك فرايدي بعد كده هننزل بقى لو احنا بنبيع في السوق الامريكي فيكون ظهر هنا امازون بتسألنا هل الخصم ده هيكون اليوم البلاك فرايدي فهنعلم عليها وفي نفس الوقت برضو امازون بتسألنا الخصم ده ليوم السايبر مندي السايبر مندي برضو من الايام اللي بيحصل فيها خصمات بشكل كبير قوي وعملة كتير جدا بتحب ان هي تشتري في اليوم ده تحديدا اليوم ده بيكون يوم 27-11 ولو احنا بنبيع في الاسواق العربية مثلا بنبيع في السوق الاماراتي او في السوق السعودي او في السوق المصري فهنلاقي مكان البلاك فرايدي هنا هنلاقي مكانها الوايت فرايدي وبعاكية خلاص امازون حددت التوريخ من نفسها هندوس على save and add products ان احنا بقى نبتدي ان احنا ندخل المنتجات اللي عايزين نشارك بيها في الخصم عشان ندخل المنتج هنا ويشارك في الخصم فمحتاجين نجيب الاس كي يو بتاع المنتج ده مش الاس النومبر يعني هندخل على الصفحة اللي هي الانفنتوري اللي فيها كل المنتجات بتاعتنا وهنيجي مثلا نختار المنتج اللي احنا عايزين نبيعه فمثلا اللي ظاهر هنا ده هو ده بالزبط الاس كي يو اللي موجود في الخانة دي هناخد الرقم ده copy وهنيجي على امازون تاني هنبتدي ان احنا نحطه هنا بعد كده امازون بتسألنا نوع الخصم ده هيكون ازاي فانا هاختار مسلا من هنا percentage of يعني الخصم ده مسلا يكون نسبة عشر او عشر في المية وبعد كده هاجي هنا اكتب النسبة اللي انا عايز اعمل عليها الخصم انا هنا هكتب مسلا عشر في المية واخر حاجة هنعملها ان احنا هندوس على submit product وبكده احنا عملنا الخصم بدعنا مهم جدا ان احنا نتأكد ان امازون وفقت على الخصم ده فالمفروض ان احنا بعد ربع ساعة بعد ما احنا نسجل الخصم ده بعدها بربع ساعة هنيجي على امازون تاني وهندخل برضو على نفس الصفحة هنلاقي هنا الخصمات اللي احنا عاملينها ولو امازون وفقت على الخصم ده فهيكون مسلا مكتوب هنا schedule او خلاص الخصم ده تسجل لكن لو امازون محتاجة مننا ان احنا نغير السعر او نغير نسبة الخصم هيكون مكتوب زي ما واضح هنا need attention فلو لقينا مسلا ان امازون بتقول لنا لسه الخصم متوافقش عليه ومفروض في حاجة ان احنا نغيرها فهنيجي هندخل على الخصم تاني هنيجي نشوف المنتج اللي فيه مشكلة انا مسلا المنتج ده ببيعه بعشرين دولار يعتبر والخصم اللي انا عامله او سعر المنتج بعد الخصم يكون حوالي تمنتاشر دولار هنيجي بقى ندوس على هنا عشان نقدر نعرف ايه هي المشكلة ونقدر ان احنا نحلها هنلاقي بقى ان مكتوب تحت ان على الاقل الخصم اللي المفروض اعمله ما يكونش اتنين دولار لا على الاقل يكون اتنين دولار واحد وتسعين سن فهيجي بقى هنا هخلي اللي اتنين دولار دي ماشي اخليها تلاتة دولار على طول وبعد كده خلاص هندوس على وهنيجي بعد ربع ساعة نشوف بقى امازون وفقت على الخصم هيكون مكتوب زي ما واضح هنا كده احنا خلصنا فيديو النهاردة ونصيحة مني لأي حد بيبيع مهم جدا ان احنا نشارك في الخصمات دي تحديدا الخصم اللي هيحصل يوم او في اللي احنا بنبيع في الاسواق العربية عشان نقدر نستفيد بالمناسبات دي لان فعلا نسبة المبعاة اللي بتحصل في الايام دي بتكون كبيرة جدا فلو اعجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد به وشوفكم الفيديو الجاي سلام